ترجمة نانسي قنقر ويأتي لغفة عيني ويقول بابا ويأتي لديك المسجونات معي بابا ويأتي لديك المسجونات معي مشاهدين كرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كما تبعتم معنا في الفيديو السابق القضية هودا المرقبة بالناشطة الحمد لله هودا كانت في المنزل مع الأم مع الإبن وعائلة باستثناء المرحوم لأب ديالا اللي توفه ويأتي ما شفتوش كانت وراء القطبان الدور المجتمع المدنيين مشكورين بشكل كبير وكذلك السيد وكي المالك اللي الرحمة في القانون قدر يخلقها في هذا الموضوع سنشوفوا حيتيات هذا القضية مع هودا هودا البركة في رأسك ممشى معك بس أستاذ يوسف أختينتي في المنزل ديالك الحمد لله الشق الأول سنقول لك لا سنتكلم عن القصة قبل أن تتكلمي بشكل كبير ولكن سنقول لك هذا المرحلة اللي توزتي في السجن فهذه المخلفات يلطرحوا في الكلام في الكلام مفاضي شيئا ما نوعية المحتوى المغاربة لا يرضى عليه وهذا لا ترى أنه ستراجع أوراق تيالا أولا قبل أن نقول شيء كلمة نقدم اعتدار للمغاربة كاملين هذا الكلام النابي والبقالية نقدم اعتدار وتحية وتقدير واحترام الأستاذ البقالي وتحية وتقدير واحترام للمحامي ديالي السماديح وكان قل المغاربة شكرا على التضامن ديالكم وهنا في انكيبان المغاربة ما كان دوزوش بعضياتنا أنا كنت خيبة إيه خير الخطاءون التوابون خطأت عند بالي اليوتيوب لقلتي الهدرة خيبة غدخلي الفلوس غديري كما كيدروا الأخرين وكيدروا الأخرين ولكن نسيت أنا عندي طفل لفسي نحرج ومحسيت باتشي تتخشيت وراء القطبان عند راجعت حساباتي ورجعت أوراقي كنت غير صيقة كما كنقوله وكرر اعتداري وكن نوجه التحية والمسامحة من الأم ديالي تكرفصات عليا تكرفصات عليا بززاف وجرات وجارات وكنقول الله يرحمك أبا الله يرحمك الله يرحمك الأب ديالي ولي دخلتي قلتي لأم البيت ديالي وما لم يمشيش لي اه مركشفتي دخلت ما قدرش ندخل البيت ديالي وحاليا ما ندخلش لي دخلش لي بقى متأقلمت شو ما ندخلش لي وصافي ما ندخلش لي بقيت الخبر في السيجن في الوفاة ديالي أنا أعود لكم بحل الخبيرة مع وقيت السعود كي خرجونا للكور باركة بحل كاية مع اليام أبي بليلا بليلا ما بيتش فاهم عبا مات ما بغيت دخل لي الدماغي بعدما في راسي والد خارجة كان خرجو للكور أنا والبنات شوية وليت كان هز راسي تلسمو كان نخبطو مع الحياة تقول لي مالكي كان عندي شي حاجة هنا هالبنات كلهم مشاهدين في السجن كان قول لي شي حاجة عندي هنا كان بكي كان بكي دموع كشتا ما يدوه حاجة درية تحياتي لي أنا وطيرة كانت معانا تايا اعطتني لكارت احتراب ما اخديت اوالو يلا هالي لوحدة قلت لي تلي كارت قلت لي السيري عايطي عايط الماما قلت لي وااه ابوك مات صفي صفي المغارب يحسوا بي صفي ديك السعى تحت هالزوني ادقوا لي البراوات وان حاليا عندي ادواء ادواء حيث مبقيت لكل نعسلي لنهار قال لي بكاء وقالوا لحد اللحظة تقابلي مع السماء وقالوا لي شعيبا على بابا وفي الليل قالوا لغفت عيني كان فيق وقالوا بابا وقالوا يقاعدوا المسجونات اللي معي وعطوني الدواورة وقبل أني جاي خارجي الله شرب الدواير الله عن تكا وما يعيطوا لي يقالوا لي خرج الحمد لله شوف هذا هذا باب تلاء قضاء القادر جاء جتيت زامن مع الاعتقال ديل كنت مشي حداه أتراجع الأوراق ديل كنت وعد عندك إذا كان ممكن مع المغاربة يتضامنوا معك قلت طيبين معك كورا ماء لماذا لا تغير المحشاوين عندك شخص الفن زوين كورونا طاغية شوية ستسالي وتخلي بصم زوينة بدون هذه المشادات تنطراشقوا في أعراض الناس لكي نكون معك واضح سوف نشرح لك شي حوج ونشرح للمغاربة هذه العموم كانت بقى مراق أنا كان بقى مراق يعني جنس لاطيف واحد كي يعيرك غترد عليه ما عنديش العقل أنني بحل الراجل لا نخلي نتجاهل وندير مسائل قانوني يلا أنا يعيرني شو حل مرا ما عارفاش كان جوب كندير وفي نفس الوقت الناس كي استفزوني وكي طلع على ظهري الفلوس وفي نفس الوقت أنا كان جوب أهانا تحسبت ولي ديري ندنوب أراف الحرية لماذا؟ من الأحسن سوف نغير المحتوى ديالي حيث أنا كان بقى فنانة ماشي يوتيوبرز أنا غير بغيت ندرك الشمش بالغربل بغيت ندير فيه يوتيوبرز أنا فنان عندي كاريير عندي استاشر عام لدي الحرفة ما خليت بلاد وما خدمت فيها هالريستراسي بهذا اليوتيوب وبهذا المعاطية وبهذا الشي ولكن الله ملك الحمد ربي اعطاني درس وعطاني اندار وعطاني إشارة قال لي يا فيقي توقدي رأي عندك ولد توقدي ورجعي للدومين ديالك وكان واعد المغاربة وواعد حر عمروا ما يشوفوا اش حاجة خيبة في القناة ديالي سوف يشوفوا الاحسن الحمد لله تلوعية المحتوى ستكون مستوى كل شيء كل شيء سنبدله أنا لم أقوم بذلك روتيني وذلك الشيء أنا رك الشيء رك نطلع كنهضر سبون طاليزي عادي ولكن ذلك اللسان عادتك اللي كانت ناضي الله يسترناه ولكن اللساني خيب يعني ابننا بك يسترناه هتعيد النظر لا عط النظر ماشي غنعيد راجعت أوراقي وعط النظر وقلست مع راسي وتهدنت وقلت هودا اشكتي كديري الناس بعائلات هم تصنطولك اشنو هاتشي بوليدات هم تصنطولك انا بمرقت راسي مرقت انا مرقت رشوف هاد النظر لي خارج عليا انا دار وك الحمد لله ربي اعطاني اعطاني واحد الفرصة باش نتبدل نتبدل على قبل المغاربة حيث المغاربة عرفتهم كورة ماء ولكن ذات اكت انهم غاربة حنان وما كيدوزوش بعضياتهم رغم ان انا دارت هاتشي ودارت الاغلاط شوف جديرين عليا نوضوا قيامة خاصة الجالية شوف هاتصدع كله علش نايد نايد علاقه بالجالية حيث ندافع الجالية حيث اصلا المتتبعين ديولي كلهم الجالية وكنشكر قاع صحابتي اللي وقفوا معايا كلهم دي الجالية لا تشكرني ولكن نشكر ناجد ونشكرهم كاملين صحابتي ديول جالية سوف نختم معك لان انت خرجت من السجن ووضع ديولك صعب وكنشكرك انك شيت معي في الحوار لان هذا الشيء اللي انا جيت بالسبب ديوله هو الشيء الانساني قلت لي كلام كبير ومعبير قلت لي وصلت من النوضج حاليين ما يكفي عندي ابن عنده 13 سنة بعض الاساتي ديولنا معهم في الموضوع تجيب خمسة ستاش تقرح حسن منك انا نجيك من الخر وانت الام كتبعين يكون حسن منها وهذا مفخرة لك وانت غرجها لأوراق حيث والدي ما كنت لاتشي واندي كاري ومبي وانا نقدمك سعر في جوبي هيا انا عارفك هيا غير هو الشيء الانساني طاغي الآن يدوز عند مدام البقالي اللي خدمت في الإطار القانوني لكي تقوم معك ولكن يريد أن هذا الوعد يكون وعد صادق كيف تدخلي القلوب المغاربة بمحتوى راقي تتكلم انت متمكنة في عالم الفن واندي العيطة واندي العيطة واندي العيطة لتاريخ المغرب هذا نموذج من المحتوى بلون طراشق في الكلام وانت تقولي قلت ودوك اللي قلت اليوم تضروا سواء اللي هو في موضوع النقاش انا بغيت نكون فاصل في الموضوع لماذا انت تكون هذه الطريقة التي يريد المغاربة يكون واحد تضافوا الجهود مع المجتمع المدني وتتم واحد الصلح بهذا المدف مثلا وطبيعة الحال تقولي يهودا الناشطة عندها حياة خراق لماذا لا؟ ماذا تفكري بهذه الطريقة وهذا واعد صادق من عندك؟ واعد قلت لك في الأول واعد الحر دينون عليه كان واعد المغاربة وكان واعد مدام بقالي وكان واعد سيدريس واحد محتوى سنجعله مفاجأة ماذا سمحت لك؟ ماذا سمحت لك؟ ماذا سمحت لك؟ يا الله يصاب وصاب حشمي مني شوية ولكن غدا الله أعلم لا شوف لا يوسف اعرف ان انا ماشي ظلمة غير اللي حكي عليها انا اشوف ماذا سمحت لك؟ 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 انا رأيت لك سبب اللقاء الانساني يتغى على كل شيء الله عز وجل غفور ورحيم ونحن بنادم في الدنيا ممكن غلطه هذا الوليد يتساءل بطريقة اخرى يسمع زملاء معه في تندروس في هذه الجنرات التي ينادها تؤثر عليك لماذا لا تعطي القيمة بشكل كبير للأم لذلك الوليدات وتحتاج لي لا يمكن هذه السلوكية نرى ما هو إيجابي هذا هو الطموح اللي يريدنا شوف واعت المغاربة كل شيء سيعجبهم وخصوصا مني سنعمل مع مدام بقالي سنعمل معه في الخير على الله وعسى نكفر على الدون وبالك الدرس سنبقى معك في الكلمة الأخيرة سمعت لي يا مشاهدين الكرام سنتعطي وعد المغاربة الشرق الإنساني طاغي بشكل كبير في الموضوع سنتعطي واحد الكلمة مختصرة مراسل مغاربة نيوز وفي نفس الهد حقوقي وكنت من المساهمين من جنود الخفاء من أجل الإطار القانوني التي تأخذ فيه الصراحة ترجع المهمة عنده وليداتها وهذا كيناف عنده وليديها كيف تشوف الأمور؟ أول حاجة نشكره سيوسف على ساعة صدره لأنه بقى سهران ترى هذه اللحظة من الصباح شكرا الكبير السيد وكي المالك في المحكمة المتدائية بالرشيد الذي فتح لنا المكتب وفتح لنا صدره لأنه أعطينا الشق الإنساني الموجود في القانون وفعلا تعاون معنا لا نذكر الحيثية كيف كان نشكر الأستاذ المحامي الذي قام بالإجراءات القانونية ودار المسائل القانونية وفعلا نتيجة هذه هي يهودة مع الأم ديالها ومع الإبن ديالها وفي المنزل ديالها ومع العائلة ديالها كنشكر الأستاذة سامير البقالي اللي ربما جل المغاربة سيتساءلوا سامير البقالي هي أم جميع المغاربة هي الأم الحانون هي الأم العطوف كانت تشدوا أنوية في بعض المسائل وفي الأخر كان نراجع نفسي نقول عندها الحق وهذا هو روح العمل الجمع حيث هي فعلا الشق الإنساني هو الأهم عندنا في المجتمعنا المغربي خير دليل هو التكافل ديال المغاربة في الموضوع دياله خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن كلهم اضعوا جهودهم وتواصلوا مع الأستاذة ساميرا وعطوها للبقال على أنها تقوم بالواجب القانوني ولو أنها تعمل في الشكل الإنساني ولكن تخلاص في الواجب القانوني بشات السيدة دي تخرج وتعنق الإبن ديالها وتسامح مع الأم ديالها لأن اليوم الدنيا غضى الآخرة كنتمنى على أن فعلا هودا متعقلة وتكون فعلا قدلك المديارها ومطيح كلمتها قدام المغاربة وكنتمنى من المغاربة كاملين يسامحوا هودا الإسلام يجب ما قبله وكذلك التوبة تجب ما قبله وكنشكرك أخويا يوسف لأنك فعلا قمت بذلك الدور اللي واجب عليك تقوم به كصحافي شكرا لكم أنا شكرك على التحليل الراقي اللي كتنقش معي في الله يوفقك مشاهدنا الكرام بليت نورى إلى عام أكثر في الموضوع المستراب قد في الشيق القانوني دياله والسيد وكل ماليك بطبيعة الحال كخول للقانون مجموعة من الإجراءات القانونية في هذا الأمر الاعتقال الاحتياطي من الأولويات هذا الشيق الأول وكذلك القناعة الشخصية ديال القاضي والضمانات الحضور دياله وكذلك الكفالة وهذه تكمل المستراب طبيعة الحال في المراحل ديال التقاضي كلها يبقى عندنا شك مهم جدا هو القلب الموضوع والخطوات الإيجابية اللي بدأتها مدام البقالي سوف أبدأ مع البقالي من انتهى الأخ دريس من هي البقالي 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 موضوع الساعة البقالي رئيسة الجمعية رئيسة شرفية رئيسة شرفية قدرت خطوات إيجابية أنا تبعت معك مجموعة من الحالات الإنسانية الصعبة كنت معي فيها بقوة وساهمتي رجالك محسوم عند الله عز وجل عادي تشوفي كيف شوتي الزاوية ومني تناولتي كما قلت لي في فيديو السابق والإجراءات القانونية باش مهودة يا معموها الحمد لله تفضل أتنا شكرك أستاذ يوسف على مجهوداتك وعلى القاناة ديالك اللي هي أنا كن اختخروا بها ودائما أنا كن كن احترمها بزاف لأن الصوت كي وصل يعني اللي كهمني أن الصوت كي وصل وكان مصداقية ديال ديال القاناة ديالكم ديال أستاذ يوسف فيما يخص الشيخ القانوني حقيقة هي حالة هودا كجميع الحالات اللي كيكونوا تيخطئوا بسبغي مهنا كان المشكل ديال يوتيبرز يوتيبرز اللي خطأت القانون تيخط المجرد ديالو ولكن ما بقت كان بحث وبحث شكون الدار وشكون الدار مشكل مضلوم سيفغي كلهم كانوا يكسبوا بعضياتهم ما ندخلوش هنا في هذه الحياتية ولكن نهار اللي مات الأب ديالها لقيت التليفون ديال الجميع باسكو عندها رقم ديال الجميع فيه موكالمات فاش كندخل كخصني نجاوب دوك الناس اللي كيطلبوا المساعدة كان حالات اللي كنخدمو عليهم ما كندوزوش على الصحافة ما كندوزوش على اليوتيبرز كالقنمرة ديال هودا عايت التليفون غادي جاوبني الابن ديالها جاوبني الابن ديالها قطلو نعم والجايت قل لي انا ماما انا ولد هودا قلو فينا جداك طفل عايت لايق السادة وكان طفل قل لي انا ولد هودا وقلو دوزو لما ماماك قل لي على جداك قل لي جدا راهمك يدفنوه جداك راهم التحس وانا را في الدار انا را في السطح من بعد جوش دقيقات قلت له شوف الى دخلت جداك مش عارفكم هو في الجمعية كان عندو شي معلومات تليفون ديال الام دياله لحقاش الام دياله كانت تواصلت معي ثلث شهر هادي تواصلت معي غا ندخلوه من بعد هذا الموضوع كانت تواصلت معي كتطلب مني المساعدة من ذاك الشخص وانا تتسلمت بيني وبينك قال لي راهم جدا مشت للجنازة قلت له شوف مشت مع الرجال قال لي راهم مشت مع الرجال جدا خلته بوحده في الدار ومشت للجنازة وفينك انتقل انا بوحده الفوق بوحده الفوق من بعد شويش غاديس عايت لي ايها واحد النمرة قال برشيد السيجن عايتت لي هودا من السيجن قلت لاش كون قتلي اوستاد انا هودا اوستاد انا في الحبس وده ببنات وطلب ليها طلب ليها تعويض قالت له شوفي اعطان لي واش عندك محامي قاتل عندي محامي قلت له اعطاني التلفون دي للا استاد ماذا تواصلت مع اوستاد ماذا ما جاوبنش ديك الساعة ولكن سلولوندو فلاشية مبعدش ساعة اهدر معي قتلو انا استاد مدامك قالي واش نقدرون نهدر في الموضوع ديال الهودا لانا انا ما شفش الموضوع ديال الهودا بينو بينك اوستاد ماشي ولكن اللي بغيت نهضر معاه عليه الاسد وهو الوليد يالي قد له سميت قليس الماء بقات هاديك الليلة كله لحقاش طالب لي طلب مني يمكن الاما سمعت وش اول مرة سمعت خالتي اعافك خرجي لي ماما اعافك خرجي لي ماما اعافك خالتي شوف الاخلاق وهنا نلمس بانا الوليد يعني الى اكي واحدة واحدة تربية هالو خالتي شوفي لي خرجي لي ماما طلع قلت له غيكون هاني وليدي احنا عندي المجهودي طلع وصفت لي فيديو فيديو من السطح وكيصور الجنازة ديالباه ديالجده لام مصور الفيديو فاش شوف الفيديو كيصور هو في الوليد فين في السطح وبوحديسه زيت اللمس اخ لي انا سنقول شوف الوليد صغير وبوحديسه في الدار الجده اللي بوحديه اللي هي اه نغمان مغسى تكون حدا بقى الوليده 13 سنة كيفاش جنازة كيكون جد او شخص كيموت عندنا وهو بوحديه في الدار وش يبكي وش يطلب المساعدة لام دياله وش يحل يعني على هاد الوليد طاح واحدة واحدة الجبل ديال المشاكيل وانا المهمة ديالي هي اني نحصدن هادك الطفل يعني الام ديالو ما كاناش الجداد ديالا عندها مكلومة ما نقدرش ما نتحرك شاي سواصلت مع الاستاذ قدرنا اجراء اس غادي نقلب على الوليد القيسو وذا يغفش جيس انا شفت زيارة مفاجئة للطفل القيس الطيفل اكيليبري كنقول لك طيفل اكيليبري نقي دفاع رونقي لاحقش على ملاحظات ديالونا انا كنشوف الاطفال كي دينين لافش كنون زيارات دفاع ديالو نقيين الشعر ديالو نقي الاصلوب ديالو ديالو دياله مسواب لابس و لابس بيجاما في الدار سوالت عليه قالوا لي الولد ما تمشيش يقره وانا كنشوف اللايبت اللي كتسب ماما وكتسب جدا وكنتسب انا مشال المدرسة النهار الاول مشال المدرسة النهار الاول لان دوما غادي يسبوه يعيروه لاصدقاء ديالو اش غادي يقول له واحد اين ابي يعني كنت يسهان وكي يسبوه انها وولد ما نقولهاش ما نبغيش نقولها وبانا اه 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 لا اه لا ساجينة الساجين اين ابي ولو اعطاه واحد العنوان واحد الوتيس غا اعطاه لي سماوه اللي ذا تقدمه تقول انا ابي الساجينة اين ابي الساجينة الوليد ما غاوش مشال المدرسة قلس وسبوع من هارت عسا قلت الام ديالو والوليد ما كيمشيش قدم هادش يا او الساد انا ما ما قدرش نجلس وما قدرش ننعس قلت جدوا فاكيك شو زل الوليه لانا هي غا تاخد الجزاء ديالا كان قانون كان مستقر اللي كاتمشي ولكن علاش انا غادي نخلي هالطفل كيتدمر وكيتعنف مع انه كيني لايفات اللي بقاو كيخرجوا هي تعتقل هات ولايفات كيخرجوا كيهدموا في هذا الطفل وفي الجدة الجدة ديال الطفل وحاولت ندير امكانية باش ندير الصلح ولكن لي الاسف ما توصلنا هنا درنا المساطر ديالنا درنا تقرر ديالنا درنا تقرر ديال الحالة النفسانية ديال الطفل والاجراءات الحمد لله مع الاستد مع الاستد مديح اللي كنشكره هاد المنبر الابا ارى الباح تسل وحده دلي وحده كنحطو التقرر ديالنا وابا استشار مع المنظمة الحقوقية الاستد غريس وحطيناها للصباح مع الوكيل الماليك والحمد لله اه 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 اتوصلنا وتنشكره السيد الوكيل الماليك لانه كيف ما قلتي اراعا لهات الطفل لانه الهدر المدرسي القناعة الشخصية ان هاد الوليد كيفاش اسبوع ميمشيش للمدرسة مع العلم انه كي يجيب 16 و 17 في المعدل كيفاش هاد الولد 16 و 17 غادي نخليه قاسلي في الضرف بيجاما وجيت صدفة ماشيش جيت اعلمت ولا كنت قدرت موعيد لا ابدا جيت باش نعاين هاد الحالات ديال هاد الوليد لحقش انك لما سنقل لك وليد في الصورة رهل تيجاك يتغير نرجعوا لهذا الام انا كان هنيك اه 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 ما كان هنيك شعرتك شكوتك تديري ما كان هنيك على التربية ديال ابن ديالك وكان هنيك اكتر واكتر 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 انك مع انك يوتيبرز معمار كوريته لانه جيت وبحثت وقلت انه وش الوليد عمرك بنتي مع ماماك جامي الوليد ما عمره بن مع الام ديال اذا هي ام صالحة وليد مربي انا ممكن ليش نخلي واحد الوليد غادي 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 تهان وحنا كمجتمع مدني كنحميه الاطفال ما نقدرش نغمض عيني لشي حاجة واحد المنكر ونخلي وليد ما يقراش متين عش والاصديقات دياله في السن دياله كي يسبوه لان الوليدات كله اوصر كي يدعي بخطاب الولد ويقلب بكي يتلعى تطلع ليهودا وستدعتيني تقريبا القصة كاملة بقى عندي شك اخير بشكل مختصر وهذا هو الرسالة ديالك لها انه يكون عندها مضج في هذا المستوى الذي وصل لها لابن دياله اللي ولات بعض السلوكيات والخارجات السابقة دياله كتحرجه اولا وكتحرج الرأي العالم هذا هو اللي بغيت من عندك انتي النص عليها باش نختم هذا هو استاد انني قلت لها لما كانت هي معنى يعني كانت هي كانت ساجينة لأي ابن كانت يتعنف كانت يتعنف كيتعنف ماشي كيتعنف اندي اكتومه في اللي فاتيتو لما كانت يتعنف شكل اللي احتاضنه الجمعية والتقارير اللي ستعطاه القاضي الاحداث وللنيابة العامة لانه كان واحدة 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 الايطال القانوني واحدة التعنيف اللي كانت يتعنفه الطفل في الفترة اللي كانت لام دياله غيبة احنا كمشتمع مدني كجمعية اللي كان عندها تخصص في هذا المجال ما يمكنه نشي نخليه احنا يود الام دياله معتقلة وحنا ما نركينا امهات المعتقلات وكان حسدنا ولداتهم عندها في الجمعية وكان خدموا عليهم كيسجينات اللي كيكونوا دوزوا السجن كيخرجوا وكي بدلوا المستقلم لهذا السلوكية رجعوا لهذا هدا انا كنقول وكنت عارفها وكن اكدها انه هدا خدس درس خدس درس لانه وهي الدرس غتكون عبرة وما نقول لك ش تحبسي القانات ديالك ابدا بقى في القانات ديالك وغادي سدوزي ميساج للقانوات الاخرى اللي باقي كيسبوتي هذا بانا عاودي لهم شاش واقع في السجن والحالات اللي هما صدفتهم خديس الادم منهم خديس الادم من هذو كالسجينات ما تذكرش اسماء ديالهم ولكن عاودي قصة ديالهم ما عاودي القصة ديالهم ولكن ما عاودي غير يعني القصة علاش اسباب اللي يجعلها تدخلت السجن والمعاناة واش معاناة ديال السجن مثل ما انا كان كل مؤسسة الحمدوله كان الدوشة قبل لا تخرجي خرش بحل شعروسة مدوشة لابسة مزيان وقيا وحيتي الادمان تدخيل حيتي مزيان مزيان و اول مرة صليتي اول مرة صليتي اول مرة صليتي وانا نزيدك حاجة اخرى ما تنسيش بانا دابحنا دخلنا على الخط سلمان غير تحت الاشرف ديالجم هي على عاتقنا اي حاجة تتعرضي الخطر او شي واحد من هذا المنظر شي واحد عرض سلمان الخطر احنا مجتمع مدني احنا كانت تبنى هالطافل لانا شفناه كيف كان وشفناه الدرر اللي عنده وقدين عرضوه على طباب النفساني لان هذا الشي اللي اللي قاسه رأى بزر نعم شكرك بالزعف والله العظيم الله يوفقك لانه تتكلمي معنا بعنق القانون في شق في شق الاجتماعي قدرت وتمكنتي من تحليل ديالك انك تقيسي مواقع القوة والضرار لخلاجات طائشة ديال لبعض وبقيت شادة الانساني بشكل كبير انا غنجيل عندك يلا اعطيني اذا بستخلصي هذا الضرف هي المؤقتة لدوسة السجن قلت يا حيتي التدخين شنو غير لك بشكل مختصر باش نختم كنت نقول يا ربي ديالي شي سابب باش نحيت تدخين حيت والدي كبر ولا يشوفك ربي دارت سابب الحمد لله حيتي التدخين واللي تكنصلي الحمد لله ونحمد الله ونشكر وقرأت قبل صورة يوسف كاملة وسيدنا يوسف وردخل للسجن سيدنا يوسف عليه السلام تخل للسجن الحمد لله وكنتمنى تكون مغفرة الدنوب وبتحية للمغربة كاملين وكنتمنى وأكرر اعتداري وأكرر اعتداري وكرر اعتداري من المغربة اللي اسمع شي كلمة نابية رمشي الخاطري وخيرو الخطاءون التوابون ما تكررش من شاء الله شكرا لك سيدري شكرا لك واحدة كلمة في حق في حق المغربة والمغربية الجالية المغربية والمغربة كل شي سعاطف كيعيطول الجمعية وكي وأنا كنت كندوز الميساج كنحول نصح أنا من طبعي أنا كنصح ومن طبعي أنني كنا نعاون المرأة المعنفة ومن طبعي أنني اللي وعدتو كانوا في بيه وعد سلمان كانوا وعدك والدي ما ما كنشاء الله غادي تخرج وعدتو وعني اليوم قلت ليه وعدتك باش وعدتك قال لي وعدتك وعنقني مسكين وتيبوس وذلك الشي اللي تنشكر المغربة اللي ما كيعرفوش هودا ما كانوش كيعرفوه هودا مع مرة ما عرفوك ولكن ما الجمعية تخلص على الخط وشافوا ماذا قالي تعاطفوا معه وصفتوا الكنس المساعدات باش تخلص الكفالة والمساعدة ترهم كينين في الجمعية وذلك الساعة الكفالة تخلصوها صحاباتك الله يجزيهم بخير الله يجزيها بخير الأستاذة ليلى العروسي بدون ديك الأسماء تقول هي قلتها ولكن كينين محسينات اللي غادي تعرفون من بعد غادي نعطيك الأسماء دي لهم باش تشكرهم وحتى ذاك القدر اللي خلوه لك غادي جمعية تعطيه لك ولو أنهم قالوا لك لأنه لما حتاجي ذاك الفلوس يبقوا الجمعية قلت لهم نو الجمعية لم يحتاج ذاك القدر وإنما محتاجه لهذا لأنه خرج ذاك الفلوس ذاك الفلوساته خصت تفرح بوليده القدر اللي كانت ستوصل لها ان شاء الله بالشيك دي الجمعية وده دليل على المصداقية والنزاهة دي لكم على اسلامتك والله يرزلك الصبر كذلك سيدريس صاحب تحليل الراقي مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا خبر يتلجوا الصدر الله عز وجل غفور ورحيم هي حاليا هودا مع الأم دياله مع الإبن دياله الشق الإنساني طاغي بشكل كبير تقدمت فيه الأستاذة البقالي بمساعدة سيدريسه كله من ساهم أو ساعده باش يتحقق هذا الجانب المهم اللي كي تتعلق بالاحتياج الطفل للأم دياله وكذلك باحتياج الأم للإبن دياله مع الضرفي الحليلي وفقدان الأب دياله مشاهدين الكرام كانت من النوم الله عز وجل والوعد اللي اعطيتنا توفى بيه مشاهدين الكرام بتعليق المواطن شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم